بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مبنى طلبة الصف الثامن نستكمل دروس وحدة الحركة وهذه الحصة الرابعة يا شباب وتكلم على القانون الثاني لنيوتين لو جئنا هنا بصنا على متساحلق الجليد ماذا يسمى في الوضع الأول والوضع باء ووضع ألف والوضع باء ومن وضع ألف هنا السرعة تكون أكبر ما يمكن هنا السرعة تكون أقل ما يمكن التغيير في السرعة يا شباب السرعة طبعا تزداد نزوله عند نزوله من أعلى الجبل إلى أسفل الجبل لو جيبت سمعه عجلة موجبة طبعا السرعة تقل صعودا تسميها عجلة سالبة يتcarbon شباب دائما بقول لك التغير في السرعة يسمى العجلة التغير في السرعة يسمى العجلة العجلة أو التصارع يا شباب هي مقدار التغير في السرعة هي مقدار التغير في السرعة الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة طيب لو جيبت بصيد عن نشاط دي قلت لك أي الشخصين في شكل مقابل تتوقع أن يكتسب عجلة أكبر عند دفعهما بالقوة نفسها من يا شباب هل الطفل اليمين أو اليسار طبعا اليسار لي لأنه يكتسب عجلة أكبر لإلا أن الكتلة أقل لأن الكتلة أقل يبقى هنا بستنتش شيء أي كلما قلت الكتلة زادت العجلة وأدب سميه تناسب عكسي يبقى ركز الكتلة والعجلة تناسب عكسي أي كلما قلت الكتلة زادت العجلة كلما زادت الكتلة قلت العجلة بسميه تناسب عكسي طيب لو جينا بصرف النشاط دي هنا طبعا عبارة عن عربة ججرها بعض الأحصنة هنا أربعة وهنا إثنين من في شكل واحد أو اثنين يكتسب عجلة أكبر طبعا ألف لي يقول تكتسب عجلة أكبر وذلك لزيادة القوة المؤسرة عليه طبعا هنا قوة الأربعة أكبر من قوة الاثنين يبقى كلما زادت القوة زادت العجلة التصارب يبقى هنا التناسب تناسب طردي زادت القوة زادت العجلة قلت القوة قلت العجلة ده بسميه تناسب طردي ما العلاقة بين القوة والعجلة العلاقة بين القوة والعجلة والكتلة دعنا أخذ نشاط هنا عبارة عن شاحنة الشاحنة كتلتها أو السيارة دي عبارة عن خمسة كيلو ترام القوة التي تتغير القوة طبعا تتغير طبعا ماسي لو عند وضع أسقال مثلا السقل الأول بس نكتب القانون العجلة ستساوي القوة على الكتلة دائما يبقى العجلة تساوي القوة على الكتلة القوة على الكتلة طب لو جئنا خدنا مثلا 10 نيوتن وضعنا هنا القوة المؤسرة 10 نيوتن لو جئت حسبة العجلة يبقى هكسم القوة اللي هي 10 على الكتلة اللي هي 5 يبقى هنا عجلة تتصارها سوى 2 متر على الثانية تربية دي واحدة قياس العجلة طيب لو جئنا مثلا حطنا السقل الزيادة مثلا 20 نيوتن يبقى هكسم 20 اللي هي القوة على الخمسة اللي هي الكتلة هتعطيني 4 متر على الثانية تربية طيب لو قسم 30 مثلا زودت السقل 30 نيوتن يبقى دائما يبقى هكسم 30 قسمة 5 هي 6 يبقى استنتاج هنا يا شباب كلما زادت القوة المؤسرة زادت العجلة التي يتحرك بها الجسم يبقى تناسبه طردي قلت القوة قلت العجلة زادت القوة زادت العجلة تناسبا طرديا تناسبا طرديا يبقى العجلة هل سوي القوة على الكتلة والقوة والعجلة تناسبا طرديا تناسبا طرديا طب تعني أخذ نشاط لو جانا هنا قوة المؤسرة هنا سبتها 30 نيوتن وبدأت أزود كتلة السيارة الكتلة متغيرة لو جيت اخترت مثلا نحن قلنا دائما العجلة هتسوي الكتلة على مين القوة على الكتلة طيب لو جينا خدنا مثلا كتلة متغيرة للسيارة أو الشاحنة في أول شي خدنا خمسة وجيت قتلك هنا يحسب العجلة هتقول لي أسس سهل القوة المؤسرة 30 نيوتن على الكتلة هتسوي كام 6 متر على الثاني طيب لو قتلك زود الكتلة تانية 10 يبقى القوة على الكتلة برضو يبقى 30 على 10 هتسوي 3 متر على الثانية قتلك طيب لو زود تانية 15 هتقول لي أسس 30 على 15 هتسوي كام 2 متر على الثانية يبقى استنتاج هنا بلاحظ ان العجلة تقل بعكس النشاط السابق كانت العجلة ايه بتزيد ليه لان هنا زودت الكتلة يبقى الكتلة والعجلة علاقة ايه عكسية تزاد دقل يبقى علاقة ايه عكسية كلما زادت كتلة الجسم قلت العجلة اللي يتحرك بها الجسم يبقى تناسبا عكسية زادت الكتلة قلت العجلة قلت الكتلة زادت ايه العجلة وهكذا يبقى العلاقة بين الكتلة الجسم التي يتحرك بها الجسم يبقى تناسبا ايه عكسيا تناسبا ايه عكسيا لكن القوة والعجلة القوة والعجلة علاقة ضردية عجلة وكتلة علاقة ايه عكسية يبقى العجلة مع البصد ضردي العجلة مع المقام عكسي ما تنسهنش لايه لو قلت لك عبر عن العلاقة بين العجلة التصارع والقوة عند دسابات الكتلة لفظيا وبيانيا انا عزر سيمها بيانيا دلوقت احنا قلنا العلاقة بين العجلة والقوة علاقة ايه ضرديا يبقى ان عند دسابات الكتلة تزداد العجلة بزيادة القوة ايه تناسبا طرديا وممكن نرسمها بالشكل ده العجلة والقوة عبارة عن خط مستقيم لانها تناسبا طردية اذا زاد الآخر زاد الثاني زادت القوة زادت العجلة وهكذا طب لو قلت لك عبر عن العجلة التصارع والكتلة عند دسابات القوة لفظيا وبيانيا عند دلوقت تسبت القوة يبقى العجلة والكتلة علاقة ايه علاقة عكسية عند دسابات القوة تقل العجلة بزيادة الكتلة يبقى تناسبا عكسية يبقى رسم العجلة والكتلة هنا عبارة عن علاقة عكسية وعملها زي منحنة به هذا الشكل يبقى أنه عاله لو جاتني في الامتحان جاتني في اختبار قصير جاتني رسم بياني يبقى القوة والعجلة زي ما أخذناه في النشاط السابق ضردي الكتلة والعجلة عبارة عن تناسب عكسي بهذا الرسم استنتج نص القانون نحن دلوقتي أخذنا الخطوة 23 و 4 وخذنا سواء القوة والعجلة علاقة ضردية والكتلة والعجلة علاقة عكسية يبقى نص القانون العجلة التي يتحرك بها الجسم من ما تتناسبا تناسبا طرديا مع القوة المؤسرة على الجسم وعكسيا مع كتلة يبقى العجلة التي يتحرك بها جسم من ما تتناسبا تتناسب تناسبا طرديا مع القوة المؤسرة على الجسم وعكسيا مع الكتلة وعكسيا مع الكتلة يتوقف القانون الثاني لنيوتن على سلاس متغيرات وهي شباب أول حاجة القوة ودائماً القوة تقاس بوحدة نيوتن طيب بعدياً 덱امي الكتلة M أي كتلة تقاس دائما بكيلوجرام والعجلة الدائما تقاس بمتر على السنة تربيه بمتر على السنة تربيه يبقى التعبير الرياضي للقانون الثاني القوة تساوي الكتلة ضرب العجلة القوة تساوي الكتلة ضرب العجلة برضو ممكن أضحهم مثلاً في مسلس وأقول هنا ممكن أكتب القوة من فوق لو عملت مسلس أكتب القوة من فوق واكتب العجلة ضرب الكتلة من أسفل دائما أقول F القوة تسوي M الكتلة ضرب A وهي بسميها العجلة كيف نتحكم بتصارع الأجسام طبعا ده عبارة عن شخص يدفع عربة مثلا القوة المستخدمة هنا 100 نيوتن والكتلة العجلة أو كتلة الشاحن أو كتلة العربة هذه 50 كيلوجرام قال لحسب عجلة التصارع أقول سهلة جدا القوة تسوي الكتلة ضرب العجلة يبقى العجلة تسوي القوة على الكتلة يبقى العجلة تسوي ممكن أعوض أقول 100 القوة ضحة نفسها تسوي 50 يبقى هنا العجلة تسوي 100 على 50 30 اللي هي القوة على الكتلة يبقى العجلة هالثانو 2 متر على الثانية تربي متر على الثانية تربي كيف يمكن زيادة عجلة التصارع العربة؟ أذكر بالطريقتين ثابت اللي طافت أنا ممكن أزوذ العجلة بتاعته عندي طريقتين الطريقة الأولى من عارف يا شباب؟ أيوة طريقة الأولى زيادة القوة طب الطريقة الثانية الطريقة الثانية المفروض أن نقص الكتلة طب تعالوا نأخذ الطريقة الأولى الإثبات حسابيا يقول بفتراض أن القوة كانت هناك 100 هنا زودتها 200 يبقى هالثانو 200 هالثانو 50 ضربة العجلة يبقى العجلة هالثانو 200 على الخمسين هالثانو كام أربع بدن 2 متر على الثانية تربي الثانية إنقص الكتلة برفو عليكم يبقى قول لو ضدنا نقص الكتلة الكتلة مثلا كانت هناك 50 خليتها 25 إلى النص يبقى هنا العجلة هالثانو 100 هالثانو 25 يبقى العجلة هالثانو 100 هالثانو 25 هالثانو أربع متر على الثانية تربي يبقى عنده طريقتين لزيادة التصارع أو زيادة عجلة التصارع بزيادة القوة أو إنقص الكتلة أو إنقص الكتلة بس أفكر أن القوة والعجلة علاقة طردية وإن الكتلة والعجلة علاقية عكسية العجلة والقوة تتغيران بالطريقة نفسها عند سباة الكتلة الزيادة في القوة تسبب زيادة في العجلة كل ما زود القوة بالطبيعيها تزيد عجلة يبقى تناسبا طرديا وبنسا الشكل الرسمي البيان لو جان اختيارات نفس النظام العجلة والكتلة تتغيران بطريقة عكسية عند سباة القوة يبقى النقص في الكتلة يسبب زيادة في العجلة وده بسميه تناسبا عكسيا ومنساج الرسم البياني الذي يعبر بين العجلة والكتلة لو جيت كتلك نورقة عامة قتلك اكتب المصطلح العلمي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة وقلنا ده بسميه الكتلة العجلة اللي يتحرك بها جسم ما تتناسبا تناسبا ارضيا مع القوة المؤسرة وعكسيا مع كتلة قلنا قانون الثاني لنيوتن مقدار التغير فيه السرعة قلنا بسميه العجلة او التصارع اكمل التعبير الرياضي للقانون الثاني يبقى ف ها سوى مف ايه او القوة ها سوى الكتلة ضربي العجلة عند زيادة السرعة تكون العجلة ايه شباب موجبي عند نقصان تكون العجلة ايه سالبة ويحدة قياس القوة قلنا بنيوتن والكتلة تقصب يا شباب ايوه بالكيلوجرام طب العجلة بمتر على الثانية تربيع عند سبات الكتلة فان العلاقة بين القوة والعجلة قلنا علاقة ايه ضردية براف طب عند سبات القوة فان العلاقة بين الكتلة والعجلة العاقة ايه عكسية براف وشباب نكون قد انتهينا من درسنا اليوم والحصة الرابعة بالتأكيد نلقاكم ان شاء الله في درس جديد ياربكم استفدتوا والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة